اشتركوا في القناة ودعوا له طبيبا فدعوا له الحارس ابن كلدة فنظر إليه فقال ليس عليه بأس فاتخذوا له فريقة وهي الحلبة مع تمر عجوى رطب يطبخان فيحسا هما ففعل ذلك فبرئ والعالم الإنجليز كليبر قال عنها لو علم الناس ما في الحلبة من فوائد لاشتروا بوزنها زهب وقالوا عنها أيضا الأطباء لو وضعت جميع الأدوية في كفة ميزان ووضعت الحلبة في الكفة الأخرى لرجحت كفة الحلبة تعالوا معايا نشوفوا فوائد الحلبة المزهلة إذا طبخت بالماء لينة الحلق والصدر والبطن وتسكن السعال والخشونة والربو وعسر التنفس وجيدة للريح والبلغم والبواسير تحلل البلغم اللازج من الصدر وتنفع في أمراض الرئة تعمل على إزالة ألام الدورة الشهرية وتعمل على نزلها تعمل على القضاء على ورم التحال ولو جلست المرأة في الماء المغلي للحلبة تزيل من وجع الرحم وتزيل المغص وإذا طبخت وأكلت مع التمر والعسل أو التين على الرئ حللت البلغم اللازج وقدت على السعال أزبادت الدراسات حديثا أنها غنية بالبروتين والفوسفور والمواد النشوية وهي تماسل زيت كبد الحوت وتحتوي أيضا على مادة سمغية وزيوت طيارة وزيوت سبتة يشبه زيت الينسون فوائد الحلبة للحامل والمرضع تعمل الحلبة أثناء فترات الحمل على تحفيز الرحم وتناولها يمكن أن يؤدي إلى التعجيل بالولادة فلابد للحامل استشارة الطبيب قبل تناول الحلبة كمان الحلبة تعمل على إضرار اللبن وهي أفضل طريقة لزيادة اللبن في السدي ويجب للمرضع تناول الحلبة بشكل يومي ويفيد في علاج ألام البطن أيضا فوائد الحلبة المرضى السكري أفضل الأعشاب لخفض السكر وأزهرت الدراسات انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول الحلبة ويفضل تناول الحلبة المطحونة بعد خلطها بالماء الساخن وينصح تناول أقراص مستخلص الحلبة مرتين يوميا من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم فوائد الحلبة للشعر فهي أفضل أغزية للشعر ولها تأثير قوي للغاية على الوقاية من تساقط الشعر لأن الحلبة تحتوي على الهرمون الذي يعمل على نمو الشعر وبزور الحلبة هي مصدر جيد للبروتينات التي تعمل على إعادة بناء نمو جزور الشعر وكثير من الأطباء ينصحون بالحلبة لأنها تحتوي على كثير من العناصر التي تعمل على تقويت وترتيب الشعر وتعتبر علاج طبيعي للشعر يمكن استخدام الوصفات دي لتقويت الشعر باستخدام الحلبة عمل الحلبة كمسك للشعر الخفيف لأن الحلبة تساعد في التخلص من مشاكل الشعر وعلاجها من خلال تدليق فروة الرأس بعجينة مكونة من الحلبة المطحونة مع الماء ويترك الخليط لمدة ساعة قبل غسل الشعر وتكرر هذه الوصفة كل صباح لمدة شهر الحفاظ على ليونة الشعر يمكن خلط بزور الحلبة المنقوعة مع مسحوق نبات الأملة مع قشور الليمون واثنين بيضة ثم نعمل عجينة وندلج بها الرأس وتترك لمدة عشرين دقيقة قبل غسلها بالماء مسج مستخلص الحلبة مع أي نوع زيت بتفضلوه ووضعها في بخاخة واستعمالها للشعر فوائد الحلبة للتخصيص أجريت الدراسات على عينة من البالغين المصابين بالسمنة وأظهرت النتائج انخفاض في أوزنهم حوالي 2 كيلو ربع عن أوزنهم وانخفاض نحو 2 كيلو من كتلة الدهون بالجسم تعمل الحلبة على الشعور بالردى والراحة وخفض الشعور بالجوع وعند تناول كوب من الحلبة يعمل على الحفاظ على مستوى السكر في الدم وتعمل أيضا على خفض الوزن وبذلك تعتبر الحلبة أحد أفضل وأحسن أنواع الشاي والمشروبات للتخصيص والرجيم فوائد الحلبة للجسم والبشرة تعالج الحلبة البصور والحروق والإجزيمة والالتهابات الجلدية وتعالج أيضا مرتد نقرس وضع عجينة من مسحوق الحلبة مع الماء الدافئ لعلاج مشاكل الجلد ومستخلصات الحلبة تعمل على منع ظهور التجعيد بالوجه والبصور وجفاف الجلد تعتبر الحلبة علاج فوري لمشاكل والطرابات المعدة وتقلل أيضا من حمودة المعدة مضغ بزور الحلبة مع بزور الكمون تخلصنا من الطرابات القولون ويمكن إضافة معلقة من بزور الحلبة إلى طعامك فالحلبة غنية بالألياف وفاتحة للشهية فوائد الحلبة بالعسل تعمل على تخفيف السعال والتهاب الحلق واللوزتين وعلاج الرشح وضيق التنفس وعند خلطها مع العسل والليمون تعمل على خفض ارتفاع درجة الحرارة وكمان بتعمل أيضا على تغذية الجسم أثناء المرض وهو أمر هام لعلاج الحمى فوائد الحلبة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم وذلك يعمل على خفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية فوائد الحلبة للرجال والنساء فهي تعمل على تعزيز الرغبة الجنسية لديهم وتخفيف من الطرابات لدى المرأة في سن الياس ما بين الطمس وانقطاعه فوائد الحلبة للكبد تعمل على تنقية الدم لأنه يؤثر في عمل الكبد عن طريق إزالة السموم من الدم وتساعد على تقوية الكبد وإخلص من السموم فوائد الحلبة للأعصاب تعمل على تعزيز النشاط العصبي والعضلي وتساعد في تعزيز البناء العضلي بالجسم مضادة للإرهاق وتكافح التشنجات العصبية وبذلك يمكن استخدام الحلبة كأعشاب لتهدئة الأعصاب ودي كانت معلومتنا النهاردة عن الحلبة ونتقبل في معلومة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته